وإحنا في بداية الحلقة كنا بنتكلم عن تقرير صدر من الأمم المتحدة بيقول أن نسبة الأطفال اللي بيستخدموا الإنترنت والأبليكيشن ارتفع صحيح من 65% ل 79% وحدد الفئة العمرية من سن 15 إلى 24 سنة ودي فئة خاطرة جداً إن هم بهذه الكسافة وهذا العدد الكبير إن هم يستخدموا الإنترنت والأبليكيشن هنا عايزين نتكلم عن الضوابط لأنه التقرير قال إن المسئولية مسئولية الجميع إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم مع حضرتك جبنا الجانب اللي هو مسئولية الأب والأم التقرير بيقولني فيه مسئولية كبيرة جداً بطاقة على صناعة التكنولوجيا على القطاع الخاص ده يعني المسئولية الحقيقة الوعي حتى التكنولوجيا مسئولية مجتمعية وسئل القطاع الخاص ودولة والأسر وكل منظمات والمنظمات باختلاف تخصصات خلينا أقول لحركة دوابط أنا دايماً بقول ودايماً يعني بأكد مهم جداً نعيد صياغة التواجد بعض المنصات بشكل ما في مصر مش توجودها أن هي موجودة أو لا ما يحدث أو ما يتم الخدمات اللي بتقدمها المنصات دي داخل مصر يعني هناك بعض دايماً بذكورها هناك بعض إحدى منصات فيها بعض الخاصة البس المباشر وهذا المحتوى دائماً هو محتوى للأسف اللي بنشتكي منه أنه غير لائق لكل أبناءنا وأولاد فمهم أن أنا أعيد صياغة هذا الأمر الحاجة الثانية هناك بعدي مثال بعض الدول مثلاً يعني الصين قالت أن أنا الألعاب الإلكترونية مش هيقدر يدخل على منصات الألعاب الإلكترونية في فترة طول أيام الأسبوع أنا بذكر أنا مش بقول أننا نعمل كده ولكن أنا بقول هي عملت إيه قالت يعني أنا أقصد أن أنا بطرح هناك أنا في محل أن أنا بطرح تجارب اللي حصلت إيه قالت لك إحنا شعوب إحنا دولة منتجة فبالمهم أنا خلاص مش قادر وصل لمحات إيه مش قادر يمنع ابني وبنتي أنه هو يستخد والأب والأم مش قادرين أنا كدولة قررت أن أنا أوقف الدخول على منصات الألعاب الإلكترونية طول أيام الأسبوع معادة في الأجهزات وعدة ساعات محددة وبدأت المنصات ما تشتغلش بعد فترة المسائية ده للكل يا فندم طب هو يعرف من إيه على كل من يستخدم لا أقدر يا تعمل الفعل عمري كل دولة قادرة تتحكم إيه اللي يبقى موجود على الإنترنت من مصر مثلا أو من أي دولة تانية أو أنه ما يبقاش موجود إمكانية التطبيق هذا موجود ولكن المهم أنه إرساء ضابط والمعايير لأن فعليا الأسر المصرية غير قادرة للتحكم الكامل على أولادها لأن أنا دائماً بقول بنصح بس أنا بالعكس أنا عندي مشكلة في بيتي أن أنا مش قادر أسيطر الأم كمان هي اللي موجودة الأب طول النهار بره فالأم هي اللي شايل هذه المسئولات مهم بقى حاجة تانية حاجة بسيطة خالصة لا مش قادرة تكون الأم موجودة ممكن تكون الأم في الشغل العاية والأم يعني أقصد الأم هي دايماً هي اللي بتابع خط التعامل الأول مع الأبناء مهم كمان حاجة بسيطة جدا الراوتر اللي في بيتي ده مهم أن أنا أتحكي يعني أحط لي معايير وضوابط شواء حركة حنت تتكلم عن معايير وضوابط مهم أحط معايير وضوابط على الراوتر اللي موجود في بيتي وأقول إيه الجهاز اللي استخدمه وإيه اللي ما استخدموهش وعدد ساعة قد إيه وإيه المواقع اللي ممكن ما يفتحاش من جوة الراوتر دي خصائص وإعدادات جوة الراوتر حتى لو هو مش هيعرف أعمالها هيكلم الشركة المقدمة الخدمة ويقوله أنا عايز مواقع معينة غلقة أقفل على الراوتر أو أشغالها عدد ساعات معينة اللي بسميها ويت ليستين كده على الراوتر ده شيء بسيط جدا ومتاح في كل بيتنا ونقدر نعمله بكل سهولة فبالتالي دي إمكانيات بسيطة ولكن ده احنا مش بنقول بقى أنه هو ديكتاتورية في مسألة لكن ده أنا بحمي حقيقي قولا واحدا بنقذ ولما عالك يسألو كلهم الشركة هي اللي عملت مشانا بأي عادي بالضبط كان فده يبقى وسيلة حقيقة نبدأ أغير سلوك ابني أو بنتي بشكل مختلف